السلام عليكم تصريح خطير من وليد الرقراغي في أول ظهور بعد هزيمة المنتخب المغربي أمام جنوب أفريقيا يكشف المسور ويفضح الكاف ويفجر المفاجأة ستهز المغاربة شاهد ماذا قال ولكن قبل أن نبدأ لو كنت محب للمنتخب المغربي فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو والتعطير فمك بالصلاة على رسولنا الكريم بعد الهزيمة المنتخب المغربي أمام منتخب جنوب أفريقيا وذلك في مباراة اليوم من تم النهائي الأمم الأفريقية وبعد هذه المباراة المتيرة للجدل تدخل على الخط مدرب المنتخب المغربي وليد الرجرعي وأدل بتصريحات وقال هذه أسوأ مباراة المنتخب المغربي في هذه السنة فقد تعامر علينا الجميع اليوم أوبع الخصوص في الفريق جنوب أفريقيا والرئيس القاف موتا سيدي الذي عين الحكم الجزائري مصطفى غربال حكما للفار وذلك من أجل إقصاء المنتخب المغربي فأنا منذ بداية كنت متخوف وأعلم أن هذه المؤامرة ستكون ضد المنتخب المغربي وشاهدنا الجميع الأخطاء التحكيمية الكارتية للحكم السوداني الضعيف الشخصية الذي عينه رئيس القاف وكلنا نعلم أن رئيس القاف هو من جنوب أفريقيا ولا يمكن أن يترك المنتخب بلده يخسر وسيفعل المستحيل لكي يقصى المنتخب المغربي اليوم صحيح أن غياب سوفيان بوفال أو حكيم زياش كان انتكاس للمنتخب المغربي ولكن هذا ليس سببا لخسارتنا ولكن أنا لن أسكت على هذا الظلم الذي تعرض له المنتخب المغربي وفي النهاية شاركونا رأيكم حول التصريحات وليد الرقراجي ولا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر